مرحبا بكم من جديد طلاب السادس إن شاء الله تكونون بخير اليوم عندنا شارح ثالث موضوع من موضوع قواعد اليونت الأول اللي هو الصفات المنتهية بفل والظروف المنتهية بفلي أساس الموضوع هو الإضافة فل وفلي شنو هاي الإضافة؟ من أضيفها للكلمة شرح تتحول للكلمة من أشوف كلمة بها هذا المقطع طبعا هذا المقطع يجيب نهاية الكلمة ثنيناتهم على شنو هاذ المقطع عشان أعرف أني رح أحل بالامتحان فكل هذا رح نتعرف عليه بالفيديو والموضوع ترى هو كلش سهل بس شوي تركزون وها هي فخلونا نبدأ بالشرح عندنا ملاحظت يعني يقول تقول إضافة المقطع فل فل اللي هي F و B L وحدة انتبه إلى الكلمة يكون لنا صفة إذن من أضيف مقطع فل للكلمة تتكون لنا صفة بس تنتبه اللي هي وحدة فقط الصفات من تكتب صفة بها مقطع فل هي L وحدة لسبلنغ مالتها L وحدة لإملاء مالتها L وحدة الملاحظة الثانية تقول إضافة المقطع فلي إلى الكلمة يكون لنا ظرف تمام؟ زين شلون يعني هاي الإضافات؟ شنو هاي الكلمة اللي رح أضيف لها هالمقطعين؟ فخلينا أخذ هنا أنا عدنا كلمة بيوتي بيوتي معناها جمال اللي هي نون اسم من أضيف لها المقطع فل اللي هي رح نكون صفة فش تصير ببيوتيفل جميل صارت صفة مثلا أقول بيوتيفل بيرسن شخص جميل أو شي هاي بيوتيفل كيد لديها طفل جميل تمام؟ فل صفة زين من أضيف لها المقطع فلي ش رح تصير بيوتيفلي بجمال اللي هو ظرف الظرف ينطيني معلومات عن كيف تم إنجاز فعل محدد تمام؟ وإس هاي رح أفهم لكم إياها أكثر وأكثر شنو معنى الظرف بالتحديد وبياجو مالي جيني رح تفتهموها شوية شوية خلنا أخذ بعض كلمة نضيف لها هالمقطعين peace سلام اللي هي نون اسم نوع الكلمة هاي نون اسم أضيف لها فل ش تصير بيس فل صفة مسالم هو شخص مسالم أضيف لها فلي ش تصير بيس فلي بسلام هو يعيش بسلام عدنا دائما الظروف تجينا فقط فقط ويا الأفعال لنية تطينا معلومات عن الفعل يعني مثلا هو يعيش بسلام كيف يعيش هذا الشخص بسلام هاي شي أستخدم الفعل هاي شي أستخدم الفعل ما تيويه دات السؤال كيف كيف يعيش بسلام هاي الظروف هي شي أستخرج الظروف من انت تريد تعرف شون تستخرج الظروف هي شي تستخرجه دا ينطيك أنه معلومات كيف يعيش يعيش بسلام نطاك الظروف معلومات عن كيف يعيش الطانع معلومات عن الفعل يعيش هو يعيش بسلام صارت عدي معلومة العيش مالته بسلام معلومة عن فعل العيش تمام؟ فهاي الظروف دائما تطينا معلومات عن الفعل مالتنا زين care هي يهتم فعل verb أضيف لها المقطع full ش تصير careful تحولت إلى صفة اللي هي حذر هو شخص حذر he is careful person هو شخص حذر أو he is careful هو حذر تمام؟ هاي صفة زين من أضيف لها المقطع full ش تصير carefully بحذر اللي هي لازم ويفعل أستخدمها he drives carefully أو he carefully drives the car تمام؟ لاحبوا من أني أريد من دائما من أستخدم ظروف لازم أستخدمها بجملة فعلية فعلية شنو يعني بالتحديد؟ يعني جملة بيها فعل أساسي drives فعل أساسي مو مثل الجملة اللي هي قلناها he is careful person careful person he هو فاعل عدنا طمائر الفاعل careful صفة person اسم دا أصف هذا الشخص بأنه careful هاي جملة اسمية ما بيها فعل أساسي هيش تميز الجملة الاسمية عن الجملة الفعلية ما بيها فعل أساسي ولا بيها فعل أبد تمام؟ ممكن بيها فعل مساعد اللي هي الفرب to be is والare والام he is careful وحذر هيش تمام؟ زين خلنا أخذهم جمل بعض إضافية مثلا نقول she beautifully هي بجمال combed مشطت her hair شعرها دا تلاحظ أنه combed يمشط هنا أنا بيها e-d يعني الصيغة الماضية مشطة بالماضي هي مشطت شعرها بجمال فدتلاحظ أنه هاي الظرف fully ظرف عرفتها ظرف لأنه هي بيها fully جدتي بجملة فعلية شون عرفت الجملة فعلية بيها فعل أساسي هنا الشي ضمير فاعل beautifully ضروف combed يمشط هاي فعل her hair شعرها تكملت جملة فمن شفت بيها فعل أساسي قلت أنه الجملة فعلية فممكن آني أستخدموا إياها الظروف أوكي زين بعد شعدي she has beautiful eyes she has هي تمتلك هنا هاز تمتلك اللي هي هم ينفع الأساسي يعني هاي الجملة هم جملة فعلية يعني شنو نستدل أنه الصفات تجينا بجملة فعلية وجملة اسمية بس بشرط أنه يجي بعدها اسم من تجيك الصفات بجملة فعلية لازم بعد الصفة نخلي اسم على مود هاي الصفة هي تصف هذا الاسم هنا شحدك أنه هاي الصفة جميل وصفة eyes العيون وصفتها بشنو بالجمال العيون شنو صفتها جميلة إذن الصفة لازم تصف الاسم اللي ييجي بعدها أوكي أما الجمل اللي هي بها الverb to be الأفعال الكينونة اللي هي مثلا جملة she is beautiful هي جميلة فهاي beautiful أيضا صفة هاي الصفة ما إجا بعدها اسم عادي مو مشكلة ليش لأن الجملة مات جملة اسمية ما بها فعل أساسي أوكي زين هس هنا الملاحظتين أنه شنو تشرح أكثر عن الظروف والصفات يقول الظروف الظروف تعطينا معلومات عن أنه كيف تم إنجاز فعل معين بمستوى من النوعية يعني شنو يعني مثل ما قلنا بالجمال ما لتنا هاي الظروف مثلا الظروف beautifully انطاني معلومات عن كيف تم إنجاز الفعل اللي هو فعل التمشيط كيف هي أنجزت فعل التمشيط بأي مستوى من النوعية بمستوى من الجمال بمستوى من الجمال إذن هاي الظروف هي انطيني معلومات عن الفعل كيف تم إنجاز هذا الفعل فأقدر أقول هي جملة مفيدة كاملة بس أنا من أريد أبين إنه مستوى تمشيط مالتها هل هو بجمال لو مو جمال مثلا زيان فمن أقول انطيت تعريف ومعلومات أكثر عن الفعل عن إنه شون هي مشطت بيوتفلي بجمال كيف التمشيط مالتها بجمال مثلا نجيب ظروف آخر شي بادلي هاحظ الواي بيه فالظروف مو بس اللي بيها فلي عدنا ظروف ترى هواية ظروف حال وظروف زمان وظروف مكان ظروف تكرار أكيد التماخذين هاي الظروف ظروف الزمان اللي هي at night yesterday next year next month كلها زمان ظروف المكان in the university في الجامعة at school في المدرسة in house في المنزل هاي مكان ظروف التكرار اللي هي always usually sometimes often هاي ظروف التكرار اللي تاخدوها فهو يعد نحن ظروف من ضمنها من أنواع الظروف الظروف اللي بيها fully بس هي غالبا الظروف نضيف لها l y bad badly بسوء badly أخذتوها بالثالث هذا الموضوع ما الظروف فكلمة bad من أردح حولها ظروف أخلي لها l y فالشي تصير badly بسوء she badly combed her hair هي بشكل غير جيد أو بشكل سيء مشطت شعرها تمام فانطيت معلومات عن الفعل combed فهو هذا المعنى الجوهري للظروف زين أما الصفة تصف الأسماء مثل ما هنا beautiful eyes وصفة الاسم eyes eyes هي noun وليست verb أوكي فهنا وصفنا العيون بأنها beautiful جميلة full of beauty مليئة بالجمال أو الأشخاص تصف الأشخاص مثل ما قلنا she is beautiful وصفت هي شخص she هي اللي هي person شخص بأنها جميلة وصفتها بأنها جميلة فهو هاي معنى الظروف والصفات زين هسه أهم شي رح نعرف شلون تجينا بالجملة وين مكانها بالجملة شنو يجي بعدهن هذني ظروف والصفات على مود أعرف الشون أحل زين هسه عدنا موقع الصفات والظروف في الجملة عدنا أول شي الصفات تأتي الصفات أولا قبل الأسماء النوز أسماء مثل شنو بوك كتاب لايف حياة عيون هير شعار ستوري قصة وهواي عندنا أسماء تمام هذا أول شي زين خلنا أخذ جملة عالية الجملة ما لاتنا تقول أمير يقرأ هنالحظ الجملة شنو بيها ريدز فعل أساسي يعني الجملة فعلية ريدز يقرأ الجملة ماتي فعلية وليست اسمية بس إحنا ما عدنا مشكلة الصفة تجيك بجملة فعلية واسمية عادي بس من تجي الصفة بجملة فعلية لازم لازم تدور بعض الأقواس يجيك شنو اسم ناون فقط اسم مثلا ما يجيك فعل بفعل اللي هي مثلا ريد رايت غو غيرها من الأفعال عدنا why ما يجيك فعل ولا يجيك مثلا حرف جر حرف جر شنو اللي هي الان الان الات البي ولا يجيك أدوات ربط أدوات الربط تربط جملتين اللي هي الاند الوين الوايل بفور الافتر هذن يكل هن شنو أدوات ربط بعد عدنا هواي أدوات ربط زيان ولا عرفنا شنو الفرق بين النون الverb الأدوات الربط الكونجنشن وبعد شنو حروف الجار لبريبوزيشن زيان ما يجيك مثلا ضروف ضروف مكان ضروف زمان تمام فمن تشوف story اسم يعني تختار قبل صفة فهنا نختار wonderful story وهذا معنى تأتي قبل الأسماء هذا اسم قبل نختار صفة وليس ظرف أوكي زين ثاني مكان تجي بي الصفات إنه بعد أفعال الكينونة نسميهن أفعال كينونة الفرب تبيهن إز وآر وآم والماضي مالتهن وزو وير منتشوف إز آر آم وزو وير بعدها تختار شنو صفة بس بشرط شنو هذ الشرط انت بهزين بشرط أن لا يأتي بعد الأقواس فعل أساسي شرط نه إنه ما يجي بعد الأقواس فعل أساسي شلون يعني خلنا أخذ جملة الجملة تقول هي بيوتفل لو بيوتفلي وخال نقطة انتهت الجملة منتشوف هي ما جاي بعد الأقواس أي كلام جاي فعل بالتحديد نختار شنو صفة هي جميلة مثلا لو جاي الجملة التالية ما المكان يعني تم إنجازه وهي الدن فعل اللي هي التصريف الثالث ما الفعل دو فتلاحظ هنا جاي إز الدكوريشن إز الإز هاي فعل مساعد فعل كينونة بس لاحظ ليش جاي بعض الأقواس جاي دن اللي هي فعل فعل أساسي ما طول جاك فعل أساسي هنا ما تقدر تختار الصفة لأن عندك فعل كينونة خطأ يصير حلك ليش لأن عندك الفعل الأساسي بعد الأقواس الفعل الأساسي يغير لك الحل حل لهاي النقطة رح يكون اختيار الظروف تمام ليش هسا رح نعرف من ناخذ موقع الظروف أوكي فتنتبه فعل أساسي فالصفات تجي مكانيا قبل الأسماء وبعد الأفعال المساعدة أوكي زين هسا الظروف يقول تأتي الظروف أولا في الجملة الفعلية دائما هي ما يجيك ظروف بجملة اسمية نهائية كل الظروف تجي بجملة فعلية بعد أو قبل الفعل الأساسي عادي مرة يجيك قبل الفعل الأساسي مرة يجيك من يجيك الظروف بعد بعد جاي فعل الأساسي هاي سهلة قبل من تشوف بعض الأقواس فعل أساسي قبل تختار ظروف أوكي أما إذا إجاك بعد الفعل الأساسي يكون شرط شرط أن لا يأتي بعض الأقواس اسم أوكي هاي جملة فعلية بها فعل أساسي جدت الاختيارات بعد الفعل الأساسي فلازم قول رؤى تدرس فعل يدرس إذن الجملة جملة فعلية بها فعل أساسي وعدك اختيارات تختار صفة له اسم بس هنا ما تقدر تختار لأن عندك بعد تكملة قبل الامتحان هنا أداة ربط تربط جملتين أوكي هي مو اسم ولا فعل أداة ربط إذن بما أن ما إجاك اسم إذن ما رح تختار صفة لأن لو جاي اسم لازم تختار صفة لأن الصفة تصف الاسم بس هنا ما ك اسم إذن شنو نعوف الصفات نختار الظروف carefully رؤى studies carefully before the exam قبل الامتحان تدرس باهتمام carefully باهتمام before the exam قبل الامتحان تمام فهذا أول مكان بجملة فعلية بشرط ما يجيني بعض الأقواص اسم لأن إذا يجي اسم رح نختار صفة فعرفت الفرق بين من يجيك بعض الأقواص اسم وبين من يجيك بعض الأقواص فعل دائما من تشوف فعل بعض الأقواص قبل تختار الظروف من تشوف اسم قبل تختار صفات زين المكان الثاني اللي تيجينا بظروف قبل التصريف الثالث في جملة المبني المجهول اللي هو شرحنا هذي مال هاي تصريف ثالث اوكي فاختارينا قبل هاي ضرف فباع الباع هاي الجملة هنا يقول the story was beautifully written لاحظ هنا written written هي التصريف الثالث للفعل write من يجيك وراء الأقواص تصريف ثالث قبل تختار الظروف التصريف الثالث هو أيضا فعل فتلاحظون انه شي مرتبط بشي هاي كل الظروف شي مرتبط بشي كل لدي يقول لك كل هنا الملاحظات تقول لك إذا إجا بعد الأقواص فعل أساسي راح تختار ظروف شي مرتبط بشي مو مهم نوع أو زمن الفعل الأساسي المهم من تجيك بعد الأقواص فعل اختار ظروف زين ولاحظة الثالثة تقول تأتي الظروف قبل الظروف بأنواعها قلت لكم أنواع ظروف مكان ظروف زمان ظروف حال ظروف تكرار من يجيك بعد الأقواص ظروف أي نوع من الظروف تختار ويا الظروف أيضا ظروف ما تختار صفة لأن فقط الصفة تجيك ويا اسم بعدها زين مثل هنانة لازم اسم من تريد تختار صفة لازم ما اكو اسم ما اكو اسم تختار كل ظروف فهنا جملة تقول وينبغي عليه بجانب أو بالقرب من المدارس مدرسة أطفال تحل من المدارس فلازم من يقود بالقرب من المدرسة خاصة بفترة الدوام أن يقود شنو بحذر زين هنا عندك فعل أساسي يقود جملة فعلية وإجا بعض الأقواس شنو نير باي ظروف مكان بالقرب من المدرسة ظروف مكان فالظروف من تشوفها تختار قبلها الظروف ف فإذا تلاحظ هنا بهاي الجمل كل الجمل اللي ويا الظروف جتي جمل فعلية يعني بها فعل أساسي عكس الصفات إنه الصفة أستخدمها ويا جملة فعلية أو اسمية أوكي ما عندي مشكلة فهذا مكان هن وخدت جمل وإذا بصيغة الأسئلة أيضا بعد أسئلة وزارية راح راح تفتهمون وتضبطون الموضوع أكثر صيغة الأسئلة والأسئلة الوزارية هاي كل الأسئلة حاليا هي أسئلة وزارية واللي يسئلوني إنه قالوا لي ستحلي التمارين مع الكتاب الخاصة بكل موضوع من المواضيع القواعد ترى هذه القاعدة ما بيها تمارين بالكتاب فقط أسئلة وزارية يا زين خلنا نشوف الأسئلة السؤال الأول يقول the film is هنا is في الكينونة يعني أنت يجب بالك أنه ممكن تختار صفة وممكن تختار ظرف شون تختار صفة وشون ظرف حسب تكملة الجملة فthe film الفيلم is wonderful wonderfully wonderfully directed تم إنتاجه هنا هاي directed هي بها ايدي فعل فعل أساسي هاي اللي هي تصريف ثالث للفعل الفيلم تم إنتاجه شنو wonderfully بروعة ليش اختارت هاي wonderful اللي هي ظرف لأنه عندك شنو جاي فعل وراء الأقواس لو جايني اسم كان قدرت أختار wonderful صفة اوكي زين إسا قبل كل ما تشوف تصريف ثالث أو فعل وراء الأقواس قبل بدون نقاش تختار الظروف زين النقطة الثانية تقول we all نحن جميعنا dream نحلم of living بالعيش peaceful يعني ممتعة joyfully باستمتاع زين هنا جايك life life حياة الحياة هاي هي noun اسم مفعل ولا حرف جر لا أداة ربط ولا ظرف life ترجمتها الحياة باللغة العربية والإنجليزية اسم بما أنه إجاك اسم فقبل الأسماء لازم نختار صفة فالحل هنا joyful they have هم لديهم a joyful life حياة ممتعة والجملة هنا شنو فعلية بها فعل أساسي هم لديهم بس إجاني بعد الأقواس اسم فقبل بس يجيك اسم بعد الأقواس لازم تختار صفة زين رابعا we hope نحن نأمل هاي فعل hope نأمل فعل أساسي that we إننا نحن can live نستطيع العيش peacefully or peacefully together معا ناجتك together اللي هي ظرف الظرف لازم نختار قبل ظرف peacefully together هذا سؤال وزاري متكرر فنحن نأمل إنه نحن جميعا can live نستطيع العيش peacefully together معا بسلام خامسا he drives هو يقود the car السيارة careful or carefully هنا drives فعل أساسي يعني جملة فعلية ممكن تختار صفة أو ممكن تختار فعل بس شنو هنا نتلاحظ جملة فعلية بس بعد الأقواس ماكو أي كلمة من عندك هي شي حالة جملة فعلية وماكو وراء الأقواس اسم قبل تختار الظروف carefully هو يقود السيارة carefully بحذر هو يقود السيارة بحذار تمام ايش اختار هنا ظروف هنا عفنا الصفة لأن عندك جملة فعلية لازم بعد الأقواس يجي اسم من تريد تختار صفة أوكي مثل هاي الحالة جملة فعلية بها فعل أساسي بس اجاني اسم بعد الأقواس إذن آني رح اختار الصفة أوكي هنا جملة فعلية بس ماكو اسم بعض الأقواس فاختارت الظروف سؤال اللي بعد يقول القرية كانت هنا فعل كينون جملة اسمية وليست فعلية جملة اسمية وماكو فعل بعض الأقواس حما أن الجملة اسمية ويجملة الاسمية ما نختار أبدا ظروف لأن ظروف لازم جملة فعلية فقبل شنو نختار صفة اللي هي بيسفل بسلام القرية كانت مسالمة تمام من تجيك أفعال الكينونة وتلاحظ أنه ماكو فعل بعد الفراغات قبل راح تختار الصفة لأن جملة جملة اسمية زين السؤال السابع يقول القصة كانت ها هنا فعل كينونة جدت تصريف ثالث للفعل إذن هاي جملة جملة فعلية تمام وهنا تصريف ثالث قبل التصريف الثالث قبل بدون نقاش تختار مو بس التصريف ثالث أي فعل أي فعل يجيك بعد الأقواص تختار قبل ويا الظروف فهنا beautifully القصة كتبت شنو بجمال كيف كتبت القصة بجمال زين السؤال بعد يقول سارة رفعت الفعل بي ماضي هذا هذا فعل قبل الفعل شنو نختار بس تشوف فعل قبل تختار ظروف تمام فكيرفلي سارة كيرفلي بحذر رفعت الصندوق هذا وزاري ترى أكثر الأسئلة هنا وزارية ما عدا ثنين ثلاثة ترى زين السؤال التاسع يقول الصورة وز آي هنا فعل كينونة بيوتفل لو بيوتفلي بيوتفلي باينتد لاحظ باينتد جا فعل الجملة مبنية للمجهول بيها شنو باينتد فعل أساسي يعني الجملة فعلية من يجيك فعل قبل بدون نقاش تختار قبل ظروف اللي هي بيوتفلي الصورة واز بيوتفلي باينتد باينتد يعني رسمت رسمت شنو بيوتفلي بجمال أوكي يا بس هاي ما بيها شي معقد تمام أتمنى تكونون افتهمتوا واستفاديتوا لي عدى سؤال يكتب ليها بالتعليقات ولي عدى اقتراح أيضا يكتبه إلى هنا مع السلامة